للمرة الثامنة يعود وزير الخارجية أنتوني بلينكين إلى الشرق الأوسط للدفع قدما نحو اتفاق لوقف اطلاق النار بين تل أبيب وحماس وتأتي بعد يومين من الهجوم الدموية الذي نفذته إسرائيل في محيط مخيم النصيرات لتحرير أربعة محتجزين واستقالة قادة إسرائيليين مع عدم وجود رد رسمي لغاية الآن من حماس على الاقتراح الذي تلقته قبل عشرة أيام سيبدأ بلينكين مهمته الدبلوماسية الثامنة إلى منطقة بلقاء الرئيس المصري عبد الفتح السيسي في القاهرة قبل التوجه إلى إسرائيل والأردن وقطر ومن المنتظر أن يشدد بلينكين على أهمية إقناع المسلحين بقبول الاقتراح المكون من ثلاث مراحل المطروح على الطاولة وخلال جولته سيزور بلينكين أيضا الأردن وقطر قبل أن ينتقن إلى إيطاليا للمشاركة في قمة مجموعة السبع الأربعاء ترجمة نانسي قنقر